احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد أحبتي بالله أبنائي وبناتي السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته الإنسان كما يعلم كل واحد مننا مخلوق من أمرين قبضة من تراب الأرض ونفخة من روح الله عز وجل وعلى قدر إضاءة النفخة النورانية القدسية في كيان الإنسان ورقة الإهاب الترابي الذي وجد منه تكون نورانية الإنسان في هذا الكون فالذين تسمك يعني كياناتهم الترابية الأرضية فتحجب النور عن قلب الإنسان عند إذن يرتكس يرتكس الإنسان إلى الأرض ويصير ويصير إنسانا تغلب سيئاته وحسناته والمخلوقات أنواع ثلاثة نحن أحدها أو إحداها فهناك مخلوقات نورانية بحتة لا تعرف الشر ولا نوازعه ولا نوازغه ولا يخطر الشر ببالها وهذه طائفة الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فقد فطرهم رب العبادة سبحانه وتعالى على الطاعة والتسبيح يلهمون التسبيح كما نلهم نحن النفس زي الشهيق والزفير يعني الإنسان قد لا تذكر شهيقه وزفيره وتلك نعمة يعني من النعم التي تغيب عنا إلا إذا وجدنا في مكان مزدحم أو أصابت الإنسان شيء من حساسية الصدر فيتذكر نعمة الشهيق والزفير ست عشر مرة في الدقيقة والملائكة تلهم التسبيح والذكر كما نلهم نحن النفس بدليل أنني عندما أنام ولا يتحكم العقل بكل طاقاته في جسد الإنسان الله عز وجل من رحمته أن جعل هذا النفس الداخل والخارج أو الشهيق والزفير مستمر أثناء النوم كما هي الدورة الدموية والدورة دوران يعني شؤون الحياة في جسد الإنسان حتى عند نومه وتلك من النعم التي ينساها الإنسان دائما فإذا ذكرها وجب أن يشكر الله سبحانه وتعالى هذه طائفة أولى من المخلوقات الطائفة النورانية التي لا تعرف للمعاصي ولا الذنوب الطائفة الثانية من المخلوقات طائفة لا تعرف الخير ولا تفكر فيه وهو من الواجب أن يكون عدو الإنسان الأساسي لا تعدد أعدائك لا تجعل أهل زوجتك أعداء لك ولا تجعل يا ابنتي أهل زوجك أعداء لك ولا تجعل جارك عدو لك لا لا عداوة للإنسان إلا مع الشيطان سواء كان شيطان الإنس أو شيطان الجن هذه العداوة الحقيقية التي يجب أن نشغل أنفسنا بها ونحترز منها ونعمل يعني حواجز بيننا وبين يعني تعاملات الشيطان معنا والشيطان لا يدخل مع المنحرفين فالطائفة الثانية من المخلوقات طائفة لا تعرف إلى الخير سبيلاً وهي طائفة إبليس وجنوده سواء شياطين الإنس وهم مقدمين دائماً على شياطين الجن الطائفة الثالثة أو المخلوق الثالث أو النوع الثالث من المخلوقات نحن مركب فينا جانب الخير وجانب الشر فإن غلب جانب الخير جانب الشر عندئذ صار هذا الإنسان أفضل عند الله من الملك ولك فلان زي الملاك لماذا؟ لأن خيره غلب شره وإذا غلب شر الإنسان خيره صار والعياذ بالله عند الله أسوأ من الشيطان فهذه المخلوقات الثلاثة الموجودة في هذا الكون نحن وقد ركب فينا جانب الخير وجانب الشر الإهاب الترابي والإهاب النوراني عندئذ وجب على الإنسان أن يزكي نفسه كيف أزكي نفسي؟ كيف أطهر؟ كيف أترقى في الدرجات؟ ولا يعني أرتكس إلى الأرض وأنزل إلى الدركات فالدرج يكون إلى أعلى والدرك أو الدركات تكون إلى أسفل الدرك الأسفل من النار يعني إذا نزلت عن مستوى الأرض دركات وليس الدرجات فإذا ارتفعت إلى أعلى هم درجات عند الله بالجيم تصعد وبالكاف تهبط فنحن نريد أن نرتقي درجات كيف؟ أنت وأنا وكلنا عندنا نوعين من المعاصي بعضها أهول من بعض وبعضها أصعب من بعض فمعاصي الجوارح هي الميسورة أو الميسور أمر التوبة منها معروفة أبوابها معروفة وكيف أغلقها كيف لا أفتحها كيف لا أجعل الشيطان سبيلا إليها هذه معاصي الجوارح أما معاصي القلوب هنا تكمل الكارثة معاصي القلوب صعبة وسوف أتكلم عن تلك وهذه بعنوين سريعة وأنتم أهل ثقافة وعلم والكلام القليل مع أمثالكم يعني يأتي بنتائج كثيرة وأنا أذكر نفسي أولا وفي وجود هذه النخبة والكوكبة من العلماء الفضلاء لأنهم يضربون لي شخصيا مثلا واضحا في التواضع وإنكار الذات بأن أمثالهم يحضرون لكي يستمعوا لأمثالي فجزاهم الله عني خيرا في هذا الدرس العملي الذي يجب أن يكون واضحا لأن الإنسان هؤلاء العلماء يعني يعيدون لنا ما كان يطلبه النبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود أن يقرأ عليه القرآن يقول أو عليك وقد نزل يا رسول الله يقول أريد أن أسمعه من غيري فجزاهم الله كل خير في هذا الدرس العملي كما قال شيخنا الدكتور عبد الرحمن البرر بالأمس عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل فلقد ذهب رجل من العبيد في البصرة إلى الحسن البصري في أول يوم في رمضان وقال له يا شيخ أريد أن تتكلم اليوم عن فضيلة عتق العبيد ربما يسمع سيدي الذي أنا عنده فيعتقني الشيخ أو الإمام الحسن البصري لم يتكلم في اليوم الثاني طلب منه نفس المطلب لم يتكلم في اليوم الثالث نفس القضية أنت لك مع أخيك ومع زوجتك والزوجة مع زوجها تطلب منه الأمر ثلاث مرات إذا كنت موقنا أنه يستطيع أن يفعله ولم يفعله فكبر عليه أربع تكبيرات خلاص أظن أن كله يكبر إن شاء الله بإذنهم يعني تطلب من الزوجة تطلب من زوجها المطلب مرة في الثانية في الثالثة خلاص يبقى أمر من أمرين إما أنه لا يستطيع وهو محرج أو أنه لا يريد أن يصنعه من باب يعني إيه يعني تضييق الواسح يعني هكذا هو يعني سبحان الله يعني من باب من تعرف أن تتعبه لما تريحه يعني هذا المبدأ الشيطاني يعني فالحسن البصري في المطلب الثالث لم يجب الرجل فسكت الرجل انقضى رمضان وحال الحول وجاء رمضان الذي يديه وأول درس في خاطرة التراويح والعشاية يتكلم الحسن البصري عن فضيلة عتق العبيد فما من سيد في المسجد عنده عبد أو أكثر إلا وأعتقه فالرجل تعجب هذا العبد وأقترب من الإمام الحسن وقال له طلبت منك هذا الأمر منذ عام مضى قال يا ولدي كنت فقيرا فلما أغناني الله من فضله واشتريت أعبدا ورأيت فائدتهم لي ثم قمت بإعتاقهم فكان الأمر عمليا وما خرج من القلب يعني سبحان الله العظيم وصل إلى القلب وبالتالي سبحان الله أثر الكلام في الحاضرين وفي المستمعين فالإنسان أنا أريد أن أقول أن معاصي الجوارح ميسورة كيف؟ هي صعبة ولكن العلماء وضعوا قواعد أو عنوين كبيرة لمسألة تسكية النفس أول شيء في الذنوب قال علماؤنا لا صغيرة مع إصرار لا صغيرة مع إصرار وفي المقابل لا كبيرة مع استغفار لا صغيرة إن قابلك عدله ولا كبيرة إن واجهك فضله يعني احفظوا هذه المعاني الطيبة يعني قال علماؤنا لا صغيرة مع إصرار يعني لو أن قطرة ماء تنزل من هذا السقف لن تؤثر على هذه الأرض التي نجلس عليها لكن لو على مدار السنة أو سنوات هذه القطرة مع مرور الزمن تترك ندبة أو حفرة أو مكانا غائرا في المكان الذي تنزل فيه هكذا الصغيرة وإذا استمرأها الإنسان تصير له عادة فإذا تعود المعصية زي ولدك عندما يخطئ أول يوم وتؤنبه يشعر بتأنيب ضمير إذا أخطأ مرة أخرى تؤنبه التأنيب لا يؤثر فيه كثيرا فإذا سمك جلده وصار خرتيتي النزعة لا يؤثر اللوم ولا التوبيخ الخرتيت بالذات أعزكم الله عنده أمرين عجيبين هو لما يسير في الغابة ويجد الفروع تتمايل بتاع الأشجار يظن أن أحدا يريد أن يهجم عليه فبغبائه يرجع إلى الوراء ثم يندفع إلى الأمام وقرنه يضرب بقرنه الوحيد هذا يضرب الشجرة ضربة قوية تؤلم قرنه فإذا عاد عنده زهيمر مبكر ينسى الذي حدث فيرى الفرع يتحرك مرة أخرى فيعود نفس القضية وهكذا مرتكب الصغيرة ومرتكب الكبيرة كلما رأى ثمرة الذنب عنده من عدم خشوح في الصلاة عدم بركة في الأوقات تمرد الأولاد عليه عدم طاعة الزوجة له ابن عباس يقول أعرف ذنوبي في سوء خلق زوجتي وسوء خلق دبتي لماذا؟ لأن رجل تاجر عراقي في الثلاثينيات كان يحكي أستاذنا رحمة الله عليه الفريق محمود شيد خطاب يقول أنه كان فيه تاجر في العراق في المنصل كان كبر ولده وقال يا أبويا أنت استريح وأنا أذهب للشام للإتيام بالتجارة أنت تعبت وكبرت في السن التاجر هذا زوجته متوفاه وعنده عروس في سن الزواج وهذا الولد الشاب أوصني يا أبي قبل السفر قال احفظ عرض أختك بس احفظ عرض أختك تعجب الشاب أختي لن تكون معي في هذه الرحلة وأنا سائر منفردا المهم كان فيه زمان السقاء الذي يحمل قربة الماء على ظهره ويفرغ القرب في البيوت الرجل التاجر كبير السن ينظر من أعلى البيت فيجد أن السقاء عندما أخذت بنت التاجر منه الماء قبلها سريعا وهرب البنت استحت شعرت بالحياء لم تخبر أباها لكن أباها رأى المهم ابنه ولده عاد بعد شهرين قالوا يا ولدي اليوم الفلاني الساعة الفلانية ماذا كنت تصنع في دمشق يا أبتي قال حاول أن تتذكر ألم أخبرك أن تحفظ عرض أختك وجد أن هذا الشاب قبل ابنة التاجر الذي كان عنده في نفس الوقت وفي نفس اللحظة فكما تدينه تدينه وما تزرعه تحصده يعني فالإنسان يجب أن يتوب حتى يحفظ الله له ما عنده من يزني يزن به ولو بجداره إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي إن الزنا دين فإن أقردته كان الوفى من أهل بيتك فأعلمي كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه معاصي الجوارح سهل أو سهلة التوبة من كيف انت حدد المعاصي العيون فيها معاصي ما هي أنت تظن أن معاصي العين هي النظر إلى ما حرم الله هذه أيضا يعني مصيبة من المصائل لكن الله لما أمرنا بغض البصر وأمر النساء بغض البصر ليس عن الأشياء التي لا يجب أن نراها فقط ولكن نغض البصر عن عيوب الآخر أنا أغض البصر عن عيوب الآخر كما قلنا في كلام الأمن التغافل والتغافر يعني أتغافل أنني رأيت خطأ عند أخي كما أتغافل عن ولدي أتغافل عن ابنتي لأنني أحبهما يجب أن أتغافل أيضا عن عيوب الناس لا أجلس للناس كأنني أنا المطرقة وهم السندان لا أنظر إلى الناس على أنني أنا الجزار وهم شياه يجب أن نذبحهم لا يجب أن أنتظر كي أفترس الآخر لا بل بعكس أنا أرى أن القائمين على كما قلنا في قضة الجمعة على أمر المراكز الإسلامية في عالمنا هنا في الغرب وفي أي مكان أن يتنحى الكبار حقيقة ويدخل الجيل الجديد المولود هنا ومع رب بالالتزام يدخل ويتبوأ هذه المكانة ولا يقوم الجيل القديم إلا بمسألة التوجيه فقط والمشورة فقط وخبرة الشيوخ فقط لكن يتركوا هذا الجيل الذي نشأ بين القوم وعلم لغة القوم وعرف لغة القوم زيد بن ثابت رضي الله عنه لما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود يتكلمون العبرية ولا يعرف منهم أحد قال يا زيد تعلم لغة القوم حتى ندري ما يقولون فمكث زيد فأجاد العبرية كأنما ورد بها بعد سبعة عشر يوماً من بداية تعليمه سبعتاشر يوم سبحان الله يعني هذه ابن مسعود لما نزلت سورة الأنعام والسورة الطويلة التي نزلت دفعة واحدة لما تلاها النبي صلى الله عليه وسلم وسمعها ابن مسعود قال أتلوها عليك يا رسول الله قالت له ابن مسعود فتلاها فما نقصت حرفاً لماذا؟ نقاء القلب نقاء السريرة عفة اللسان غض البصر هذه التي تؤثر على يعني على حفظنا ولذلك المام الشفيع لما يقول وقعت عيني على كعب امرأة وأنا في الطريق إلى المسجد فقلت حصيلة الحفظ عندي بدأ الحفظ عنده يقل سبحان الله بدأ لما يحفظ مثلاً الصفحتين في دققتين أصبح يحفظهم في أربع دقائق فليحمد الله شبابنا هنا أنهم يذكرون ما زالوا يذكرون أسماءهم وأسماء آبائهم وأسماء أم هاتم ويعرف كيف يعود إلى بيته الحمد لله رب العالمين مش كعب امرأة هي لم تغطي إلا كعبها نسأل الله السلام المهم فربنا معهم إن شاء الله يعني نحاول أن نشحنهم بالإيمان وهم الطائفة المنصورة إن شاء الله رب العالمين إن شاء الله بإذن الله فغض البصر عن عيوب الناس غض البصر عن ما حرم الله غض البصر عن النظر إلى المسلمين أو الناس بازدراء لا تنظر حتى إلى العاصي بازدراء كذلك كنتم من قبر فمن الله عليكم يعني واحد ربنا هده بالالتزام واحد ربنا هده للحجاب فانظر إلى غيرها غير المحجبة أن يعني هي من أهل النار وهي عبارة عن أسماء بنت أبي بكر والأخرى الذي لم تتحجب أم جميل حمالة الحطب أقول هذا الكلام بالعكس ادعو لها بالخير ربنا يذوقها حلاوة الطاعة ربنا يعني يجري على قلبها ما أجراه على قلبي أنا لأن المسلم للمسلم الدعاء بظهر الغيب من الأدعية المستجابة بإذن الله رب العالمين أنا لما كن أرى إنسانا مريضا أذهب لأعوده أراه محتاجا أعطيه مساعدة طب فقير الإيمان فقير الالتزام مريض الالتزام مريض القوة اليقين هذا يحتاج إلى يعني إلى مساعدة وإلى دعاء وإلى وقوب بجواره سبحان الله قال عمر لا تكونوا على إخوانكم أو مع الشياطين على إخوانكم أعوانا يعني بجداء أن تعين الشيطان على أخيك لا بالعكس هو جاي المسجد أو المقرأة أو الدرس أو المؤتمر حسبة لله مبسوط سعيد فأسعده أنت بحسن صباحة الواتش الابتسامة الترحيب به تزكيته إحنا نحن جيناتنا العربية تحب المتح يعني المتح ده صفر الرجل عمر بن كلثوم يقول ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا إذا بلغ الرضيع لنا في طاما تخر له الجبابر ساجدين ده الرضيع لما يفطم الجبابر طب لو راحل السنوية العامة هيعملوه في إيه ماذا هو هيسجد له وهو لسه عنده سنتين فسبحان الله ليست هذه النعرة الكاذبة نريدها ولكن قضيت أن نمدح الناس ونشكر الناس واشكر من أجر الله النعمة على يديه لا نوبخ القائمين على إدارة المسجد وإدارة الملتقى وإدارة المؤتمر وإدارة المركز الإسلامي لأن كل واحد عندنا فيه خلل نحن نقوم الخلل لا نطفئ أنوار الآخرين حتى نظهر شمعتنا نحن لا إحنا نجيب الشمعة ونضعها جنب ضوئه فالضوء بدل ما هو عشر فولت بدل خمسطاشر فولت بهذا المنطق فالإنسان بعينيه يغض الطرف عن عيوب الناس ويغض الطرف عن ما حرم الله عز وجل ناتي لللسان ما زلنا في معاصر جوارح مع عشان أدخل على التسكية لابد من التخلية قبل التحلية الولد اللي عنده أربع سنوات لا أعطيه السمكة كما هي كي يأكلها لابد أن أمه تخلي له السمكة من الأشواك أولا فلابد أننا نخلي القلب والجوارح من الذنوب والمعاصي ثم بعد ذلك نتكلم عن ارتقاء إلى الدرجات إن شاء الله رب العالمين اللسان 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 فيه كوارث كبيرة أولها الكذب والغيبة والنميمة وفوحش القول وشهدة الزور واليمين الغموس والكلام فيما لا يرضي الله عز وجل كلام في اللغو الذي لا يقدم ولا يؤخر هذه في اللسان يجب أن نتوب إلى الله منها ولذلك عملوا إحصائية في إحدى الجامعات المصرية في سنة سبعة وتسعين وجدوا أن الإنسان العربي يتكلم في اليوم سبعة تلاف وخمسمائة كلمة يوميا والمرأة العربية حفظها الله وصانها تتكلم حداشر ألف وخمسمائة كلمة فهم الاثنين يجتمع عندهم بيتكلموا كل يوم طمانتاشر ألف كلمة منهم واحد وعشرين ألف كلمة خطأ خليبا لكم من الثمانتاشر هذه المشكلة والمعضلة كثرة الكلام تدل على قلة العمل والإنسان الذي يريد أن يزكي نفسه عمل يعني أبو بكر الصديق كانت عائشة تقول كنا نعد لأبي أربع أو خمس كلمات يعني يعدونه الكلمات التي يقولها ونحن وللأسف الشديد لا حصر لكلماتنا ولا يستطيع أحد أن يحصر الكلمات التي نقولها الغيبة النميمة الكذب فحش القول اللغو كل هذا في اللسان الأذن أيضا نفس القضية أنا لو قلت الآن مثلا يعني ما شاء الله ربنا حباكم بولدنا الشيخ خالد أكرمه الله وده عالم متخصص يعني يعني عمود من أحد أعمدة الفقه بينكم بدل ما تسألوا كل شيخ يجيلكم من الجنوب عايزين تسألوه والبيوت اللي عن طريق البنك حلال ولا حرام طب متى نصوه مش عالي طب عندكم شيخ وهو فهم القصة ويفهم أكثر منه ويعرف أكثر منه وهو صاحب المحلة وصاحب المكان فاسألوه لا هو عايز يسأل كم واحدة عشان يحصل له سبحانه الله فلو قلت أنا الآن من أضرب مثال عملي ولدنا الشخارة هذا عالم جليل نحسبه ونزكيه على الله تقي مؤدب مهذب بعد الصفة السابعة من المتح سوف يملل حاضرون متى ينتبه الواحد منهم ولكن الشخارة فيه عيوب ثلاثة يقول أيوة أيوة كده هات الكلام نعم ده فيه تسع عيوب فيه متين عيب وكفى بالمر يا فضلا أن تعدى مع عيبه كويسا أنه واحد نحدد له كم عيب عنده ده جميل فنحن أقرب إلى سماع الكذب والإشاعة منه إلى التصديق والفضل بالعكس أنت لا تحب أن يعيبك أحد ولا أن ينقص من قدرك أحد ولا أن ينطقص من سلوكك أحد كذلك الناس الناس أيضا لا يحبون ذلك سبحان الله كان ابن سيرين رحمة الله يعني كان عالم جليل ولكن اشتهر عنه وأنه بتاع الأحلام والأمة الآن ما شاء الله عايش على الأحلام في قنوات الآن فسر حلمك بسبعة مش عارف سبعة دولار المهم مش عارف عايش الأمة في الأحلام طالما انفصلت عن الواقع هو الرجل على الفضائية ده شاف اللي شاف الحلم ولا عارف أنها رؤية أم حلمه يقعد يفسر المهم يعني فأحد سبحان الله رأى رؤية وبعدين هو رايح لابن سيرين قابله واحد من ايه من محب وهو ليس مفتي إنما مفتأت المهم على فين قال له الله رايح لابن سيرين قال له انت شوفت رؤية قال له نعم أنا تحكيها لي قال له الله شوفت كده أن أسناني كلها وقعت قال له يا ده أنت تموت أنت وأهلك سبحان الله تأويلها هكذا تأويلها حقيقة كده فرأي راح لابن سيرين قال يا إمام رأيت أن أسناني كلها قد وقعت قال سوف تكون آخر أهلك موتا الكلام نفسه لا اختلفت ولكن أعطاه كيف أعطاه له ها الإنسان يحب إيه يبقى في يعني سبحان الله العظيم بلاش أقولك شيء هب جدلا أننا في هذه القاعة الآن وقلت أني مثلا تصور أن ملك الموت جاء على الباب كده هيا قام حضرت المؤتمر يومين واستقمت واسمحت الشيخ وما شاء الله عليه يلا من يأتي إلي كل واحد يزوج جم سبحان الله أما لو قال هذا المنادي على الباب في فيستقهلم مباني وقطع أراضي مجانا أو بسعر ربع السعر الحقيقي من يأتي ليحجز استمارة مين يقعد يسمع الشيخ عمر ولا الشيخ عبد الرحمن ولا الشيخ خالد ولا إحنا نقدم على بعض شوف حجم الآخرة والدين عندنا قليل جدا وحجم الدنيا عندنا كبير جدا مع أن بحسبة رياضية كما يقول لنا أستاذنا الدكتور أنيس الراوي حفظه الله قل أن أي رقم في علم الرياضيات على ما لا نهاية انفينيتي أي رقم أي رقم على ما لا نهاية وسو صفر فالدنيا رقم أعيش في الدنيا خمسين سبعين تسعين مئة بالنسبة للآخرة نسبة وتناسب الآخرة ما لا نهاية حسابيا ورياضيا رقم الدنيا بالنسبة للآخرة بالحسابات يسوي كم يسوي صفر لو كانت الدنيا تسوي عند الله جناح بعوضة ما سقر كافر منها جرعة ما اليدين اليدين فيهم أيضا معاصي الذين يعيشون في الغرب هنا طوال حياتهم يدهم سفلة على الإعانة وتعرض عليهم أعمال يرفضونها لأنه بيقارن لو أخذ هذه الإعانة لا يدفع عليها ضرائب لكن لو راح يشتغل بالألفين هيدفع عليهم أربعمائة أو خمسمائة ضرائب والوانا إيه اللي يتعبني وأستيقظ الصباح الساعة السادسة وأيدي أتأخر بالإتنشر ساعة وبعد يأخذ مني ضرائب وأخذ في الآخر ألف واربعمائة ثم أنا أخذ الألفين وأنا جاعد حاطة رجل على رجل هذا ماله سحط لأنه يمد يده ورضي بالدنية رضي أن تكون يده سفلة كانت أمنا عائشة إذا أرادت أن تعطي الفقير وضعت له الدراهم على شيء مرتفع ويأتي الرجل لأخذه فيتعجب المسلمون يا أم المؤمنين لما تصنعين هكذا قال كي أعود أن تكون يده عليا أن يكون الفقير كيف يأخذ يأخذ هكذا يأخذ المعونة كيف يأخذ يأخذ هكذا لكن لما يكون هو يده عليا سبحان الله تعلمه أن يده تسقط من أعلى إلى أسفل ولا تنتظر من أسفل إلى أعلى فاليد التي تأكل من الحلال يد يباركها رب العبادة عز وجل ورزقك أيها الذي أيها الذي تعيش على الإعانة تلاتين أربعين سنة رزقك مكتوب وأنت في بطن أم فخذه حلالا ولا تأخذه حراما في الدعاء بتاع سيدنا داود اللهم ارزقني كما ترزق بغاث الطير بغاث الطير في اللغة يعني ضعاف الطير لكن يقصد سيدنا داود بغاث الطير هو فرخ الغراب عفين الغراب الغراب لونه أسود يخرج الفرخ من بيضته أبيض شاهق فينكره أبوه وتنكره أمه ينكره أبوه والجن منين دا دا بانت غلط في الحضانة منين هذا جن دا ابن أسماء أما دا ابن زينب سبحان الله فتنكره أمه كما ينكره أبوه فيمتنع عن إعطائه الطعام لمدة أيام أين يذهب هذا الطائر الفرخ الذي لا حيلة له تأتي حشرات يرسلها الرزاق سبحانه والرازق عز وجل تقترب من منقار هذا الفرخ فيبتلعها كل ما يبتلع ويأكل يسود ريشه يسود ريشه إلى أن يصبح غرابا لون أبيه ولون أمه فتعرفون إليه أهلا وسهلا ولدنا ابتدوا إيه يرعوه فمن الذي رعاه في هذه المدة الرزاق سبحانه فرزقك موجود في السماء وعدين سبحانه كان علي يقول لو أن اللصة صبر ولم يسرق لأتاه هذا المال حلالا يعني الزعماء العرب اللي أخذوا المليارات من الشعوب لو صبروا ما سرقهاش هو صعين تقول معقول الغبيد كان يجيله كم مليار يجيله يا أخي رزاق ولو كانت الأرزاق تجري على ذي الحجة هلكت إذن من جهلهن البهائم الحمار كان يلاقي يأكل الله يرزق الحمار أحسن من لما يرزق أينشتاين لأنه الرزاق ليست القضية بقضية عقول سيدنا علي دخل المسجدة النبوي يصلي غلام 12-13 سنة يا أمير المؤمن أمسك لك لجامة حصانك أن أمسك يا ولدي سيدنا علي خلص الصلاة وضع إيده بجيبه ويتنين درهم قال نعطيها للولد هذا خرج وجد أن الولد سرق لجامة الفرس وترك الفرس بتاع سيدنا علي من غير لجامة فضحك علي وأرسل ولده الحسن إلى السوق ليشتري له لجامة راحل حسن بن علي يشتري لجامة لأبيه وجد أن الولد باع اللجام بدرهمين فبكى علي وقال لو صبر لأخذهما حلالا تبسكتين نيمين ولا سكتين فهمين إنصاط يعني الكذب حرام المهم معلي طيب نأتي إلى القدمين كان يحيى ابن زكريا عليهما السلام يقول يا رب إن رأيتني أغادر مجالس الذاكرين إلى مجالس الغافلين فاكسر لرجلي فإنها نعمة تنعي وبها عليك إذن معاصر جوارح ممكن أتوب منها طيب معاصر قلوب معاصر قلوب كارثة كبيرة ويجب أن يوفق الإنسان عشان لا يعصي بقلبه أن يفهم الطرف الآخر أيا كان فمثلا أنا أريد أن أنصح بناتي تكملة لكلام الأمس من داخل تزكية النفس يا ابنتي زوجكي لا يحب أمورا سبعة في المرأة أنا هعمل حصة إخواننا الجزيني يقولوا على المحاضرة أو الحلقة حصة حصة من باب أعطيكم مش غش يعني أغشيشكم لا أقول لكم ماذا يكره الرجل في المرأة الزمان في سنة ستة وتمانين بالزمان يعني جاءني معهد من المعهد الأمريكية لقياس الأراء والاستبيان وكذا كان السؤال المطروح كم نسبة فهم الرجل للمرأة ونسبة فهم الرجل المرأة للرجل في المجتمعات المختلفة فوجدوا أن المرأة اليابانية من أكثر النساء فهما لزوجها تفهمه بنسبة سبعة وتمانين فاصلة تلاتة وهو يفهمها بمقدار تلاتة وتمانين فاصلة أربعة والمرأة الصينية تفهم زوجها بنسبة كذا إلى أن جاءوا إلى منطقتنا العربية حفظها الله هذا كلام علمي وجدوا أن المرأة العربية الجينات العربية الرجل يظن أن المرأة غير ذكية لا إن المرأة كطائر البحر يشعر بالعاصفة قبل أن تهب ولها قرون استشعار تستشعر يعني رؤياك التي تراها وأن تنائم بجوارها فعرف الرجل استيقظ فرحان من الرؤية خير يا أبو فلان قال لي سكوتي سكوتي ما شاء الله رأيت أني اليوم في الجنة قال له الله دي رؤية جميلة وأنا معك قال لي يا سيدي أقول لك في الجنة في الجنة سبحان الله يرحظ لا إلهية لله طب وانت عايش بين ما انت في الجنة ما المهم المرأة العربية وجدت هذا المعهد المشهور أن المرأة العربية تفهم زوجها بنسبة 99% زي الانتخابات العربية سبحان الله أو أربع تسعات سبحان الله المزورة يعني تفهم تماما أول ما تنظر له تقرأه ومن ذكائها أنها تدعي أنها ما فهمت والذكي من لا يقولوا أني ذكي صح أو لا العجب في الطرف الثاني وجدوا أن الرجل العربي يفهم زوجتها بمقدار ماينس ثلاثة ما فيش بحث علمي في الإحداثيات ولا تتصفقونا في وقت لاجي في التصفيق كبروا علينا على أقل الله أكبر أربع تكبير ما هي القضية؟ طبعا البحث انتهى ما فيش بحث يعني إحداثي ما يحصل الزيرو آخر نحن نقيس من الزيرو طالع يعني الصفر وانت طالع لفوق أما تحت دي يعني مش فهم أنه فيه كيان بشري أمامه طبعا هذه يبدو أنهم ذهبوا إلى أسر ليست فيها الالتزام وليس فيها التقدير وليس فيها الصبر ولا الفضل ولا التعامل الطيب ولا الصلاة ولا الالتزام لأن الرجل الصالح يجد امرأة تقوم الليل يدعو له بالخير ويتدعو له بالخير يعني لا هذه بيوت الملتزمين ليست فيها هذه النسب أنا أريد أن أعود إلى القضية وأقول أن لابد أن أفهم الآخر لازم عشان أزكي من أمامي أو يتزكى أمامي وأنا أزكي نفسي فأول صفة من الصفات التي لا يحبها الرجل في المرأة هذا الكلام لبناتي سواء المتزوجات أو إن شاء الله على وشك بإذن الله ربناها بناتنا أزواجا صالحين إن شاء الله دائما في كل دعاء أو في كل صلاة جمعة أو في كل درس ندعو هذا الدعاء أول صفة سيئة في المرأة المرأة المسيطرة المسيطرة لا يحب الرجل لأنه الآن تناطح فيها عن زان يعني الأمور تمشي بالشورى وبالأمر والأمر الآخر وبعدين إراكبوا فلان إراكب لأن يعني سبحان الله أحيانا نجد رجل من أصل الإسلامي عربي يعيش هنا وأعلم كم الأمر فيه الشورى بين الناس وبعضها إي رأيكم أولاد في هذه الأجازة الأربعة أيام دي إلى أين نذهب إي رأيكم الأولاد يقول الله أبونا أصبح ديمقراطي نتيجة الربيع العربي ونتيجة الربيع ده حاجة جميلة والله الولد الأولى يقول أنا أقترح نروح الدينمارك والتاني لا لا أنا أقترح نطلع ناحية النرويج لا والله احنا نروح فرنسا أحسن وانت يا أمو فلان هي عرفها ودرسها وفهمها وكل شيء لا يا أخوة اللي تقول عليه انت لا لا بالعكس احنا عايزين ناس مع رأيك والله أنا شايفه برضو نروح نزور مثلا أمي في المغرب مثلا أو تونس طيب احنا قررنا ده هو أن احنا لن نتحرك من البيت سبحان الله أعزيما الله أما انت قلت تستعبط ولا تستاهبل ولا ففي المقراطية مقنعة تنفعش لا يتجوز في بيوت المسلمين فأنا أرى أن يعني يبنتي إن كنت في طبيعتك مسيطرة تنازل شوية عن السيطرة خلاص أيضا يبغض منها أو يبغض فيها المرأة الكذوب التي تكذب بدون داعي وتكذب بداعي المسلم ليس كذابا لا يجبل ولا تكون صياغته الكذب إنما هو إنسان صادق في صغر الأمر وكبير فلا داعي لأن تكذيبي بالعكس الكذب يعني يشرخ العلاقة الزوجية أيضا لا يحب المرأة الشرسة اللي هي واخد موقف معين كده وسبحانا ضايا العظيم لا إله إلا الله أنا مرة اقترحت على بناتنا في زوجات في مصر من 30 سنة يمكن تلهم اللي منع عليها ربنا بالحجاب والالتزام الفستين والثياب الغالي اللي كنت تشتروها أيام ما كان يعني العري عندكم يعني وارد البسوها في البيت للزوج فالنساء يبصوا كده يقول لي يا أستاذ هو غريب هو غريب إزاي يعني سبحان الله حفظ إزاي يعني فيتتعجب أن تشتري فستانا غاليا ها زي ما يقول لنا أخوانا بالأمس الولد رجع لأبوه يقول له أبويا أبويا جلنا ساحر في المدرسة عملي يا ولدي قال سبحان الله أخذ الخمسة دولار ولا الدراهم ولا الخمسة جنيه وحولها لحمامة قال لي يا ولدي هذا ساحر بسيط قليل الخبرة بالسحر انظر إلى أمك تاخد راتب شهرين تجيب بفستان سبحان الله أن أيهما أكثر سحرا فيه ساحر على قد حاله وفيه ساحر كبيرهم الذي علمهم السحر الله أكبر يعني تبقى ساحرة ومسيطرة تبقى مصيبة ساحرة وسبحان الله وغضوب كارثة وبعدين فيه نوعيات من النساء من طبيعة الانتزام تظن أن التبسط مع الزوج ده يعني فيه إهانة لها بالعكس والله كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته كان كالصبي في بيته وهكذا كان عمر رضي الله عنه رضي الله عنه يقول ما كنا نعد للنساء أمرا ونحن في مكة فلما رأينا تعامل الصحابة من الأنصار مع زوجاتهم تعودنا رقة تعامل الزوج مع زوجاتهم وجاء الإسلام ليصنع هذا أيضا الزوج يا ابنتي لا يحب المرأة الانعزالية السلبية التي لا تشارك وإذا شاركت يجب أن تشارك من بعيد وهي تدري مفتاح زوجها شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم دراسته النفسية لعائشة أنا أدري متى تكوني عني راضية ومتى تكوني علي غضانة هي تظن أن الرسول مش وخد باله كيف يا رسول الله يقول إن كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد وإن كنت علي غضانة تقولين لا ورب إبراهيم سبحان الله فالرسول منتبه للقضية ويعلم متى تكون زوجه راضية أو غضانة أو راضية عنه أو غضانة منه قالت والله لا أهجر اسمك إلا بلساني ولكنك في قلب يا رسول الله القضية أنه نحس نتحسس الخطى حتى نستطيع تسكية أنفسنا فيابنتي الرجل لا يحب هذه الصفات أيضا يا ولدي الزوج والقادم على الزواج المرأة بطبيعتها عاطفية النزعة وهذا لا يضيرها هذا لا يضيرها ليه يعني كان أستاذنا الدكتور عبد الرحمن البرر بالأمس يشرح في قضية النقص نقصة عقل ودين فيما يحزن بعض النساء وعدم الفهم العلماء المحدثين أثبتوا أن العقل الإنساني زي غرف والمرأة تستطيع أن تدير عدة غرف في وقت واحد يعني تطبخ وتكلم في الهاتف وابنها يصرح تجاهز ده الرضعة وربما في يدها مكواتك في أربع مواقف الرجل لا يجيد إلا عملا واحدا في وقت واحد فبالتالي تكون مشوأ يعني مش مشواجة الفكرة موزعة مقهعة على أمور كثيرة تأتي لتشهد أمام القاضي ربما تشوش في فكرها الله هو الذي خلق الله هو الذي يدري يعني ألا يعلم من خلق وهو اللطيف والخبير سبحان الله فالمرأة بطبيعتها لو أن لها بنتا بلغت سن الزوات ولم يطرق بابهم طارق كل ما تروح عرس لصديقات ابنتها الأم تبكي تقول يعني ده بنتي أجمل وأحلى وأبوها ما شاء الله وأنا كذا وأنا كذا فتبكي فإذا طرق الباب طارق ليخطبها بكت فرحا فإذا جاء هذا الطارق ليعقد ويأخذ عروسه معه بكت لفراقها أول ما تعرف أنها حامل تبكي فرحا أول ما تضع بنتها ويتصير بالجدة تبكي فإذا طلقها زوجها وعادت إليها تبكي في كل الحلال مش معنى كده هذا نقص لا هذا تكميل أو تكملة الطبيعة الأنثوية عند الأنثى فأنت لا تعيب عليها في هذا هي تكمل حياتها ببكائها الرجل يبكي قليلا سبحان الله لكن المرأة البكاء ده في طبيعتها تبكي فرحا وتبكي حزنا وتبكي ألم هذه طبيعة لا تعاب عليها هذه كاميرا فيديو تصور شخصيتها فأنت عندما تفهم منها هذا الأمر لا تعيب عليها سبحان الله المرأة أيضا مهما كانت رقيقة تحتاج إلى الكلمة الطيبة أحيانا بعض النساء يقول يا شيخ احنا لا نريد من الزوج يبلينا ثياب أو مجوهرات نحن نريد منه كلمة طيبة بالله عليكم من منكم يقول لأولادي بعد طعام الغداء أو العشاء يا ولد قبل إيد أمك التي طبخت يقول لك إيه يعني مهمتها إيه يعني ده الأم تتعف في الطبخ وتعد المائدة وتجلس معنا فالأكل ويبقى الولد رضيع تحمله فالولد يعمل رائحة معينة الأولاد بأبوهم ينظروا إلى الأم كأنها يسبب في هذا التلوث النووي المنتشر في المنطقة كلهم ينظروا له فتقوم بهدوء وتذهب وتعود وهي باسمة في حد شكرها على هذا سبحان الله طب بلاش خلي زوجتك أيها صاحب الجينات والكرومزومات العربية تقول لك روح غير للولد نعم وإذا كانت أمك بارك الله وفيها جاعدة بك أنا كنت أفكر أنها ربيت راجل أنا أخبرك أنت أنا أفكر سبحان الله وأنت تثور عن طر العبس ومعد وعدنان ونزار وتثور فيك الطبيعة والنزعة القبلية نحن نريد أن نعيد ترتيب أولويات البيت المسلم مرة أخرى بناء على فهم الآخر احترام الآخر لا ندخل في الملكات التي لا تتغير بالله عليكم لو واحد قصير يوم ما يصبح طويلا واحد طويل هل يصبح يوما ما قصيرا هكذا هي هي عصبية هل تهدأ يوما مع السن تصير عصبية أكتر أنت هكذا أنت عصبي مزاج وكان أبو بكر يقول إن لي شيطانا يعتريني فإذا رأيتموني غضبت فيجتنبوني سبحان الله يعني هو لوهت لحظات لا داعي لأن تدخل في المحور عندما ترى الذي أمامك غاضبة كيف نزكي أنفسنا يبدو أن نحن فضلنا سبع دقاق إن شاء الله تقريبا نتكلم على كيفية تزكية النفس أنا الآن عرفت معاصي الجوارح ومعاصي القلوب من الكبر والحسد والحقد والرياء والعجب والأمن من مكر الله والقنوط واليأس من رحمة الله والعياذ بالله رب العالمين هذه والشك في الرزق والقلق من الغد كل دي أمرات قلوب كيف كيف أزكيها نفرض واحد سبحان الله العظيم لا يقبل الحق والعياذ بالله من باب الكبر والله لا لا هذا كلام خطأ يا أخي أنصت الأول واستمع ثم بعد ذلك سبحان الله العظيم يعني يعني الإنسان سبحان الله لا يتكبر على أحد مروان الحمار وسمي الحمار لأنه ركب حمارا وهرب من بغداد آخر أمراء المؤمنين في الدولة العباسية لما هرب من بغداد ذهب إلى مملكة النوبة النوبة زمان كانت مملكة اللي هي على حدود ما بين مصر والسودان ملك النوبة لم يكن مسلما وكانت لسه النوبة ما دخلها الإسلام أو ما وصل إليها فمروان أمير المؤمنين معه سبعمائة من الحاشية جاء ونصب الخيمة وعمل التنافس والسجاجيد وإلى آخره وعلم ملك النوبة بوصول آخر أمراء المؤمنين إليها فجاء مرحبا جالس الأمير المؤمنين سابقا بعد خدعه فجلس ملك النوبة على الأرض جلس ملك النوبة على الأرض فقال مروان له أيها الملك تعال هنا قال لا من تواضع رفعه رب العبادة عز وجل رجل المسلم أريد أيها الخليفة أن أسألك عدة أسئلة لم تشربون الخمر وربكم حرم عليكم هذا ولم تدعون دوابكم تطأوا نباتاتكم وزروعكم وأنتم محرم عليكم الإفساد في الأرض وأنتم 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 قال مروان مجيبا إجابة يعني مائعة إننا استخدمنا قوما من غير بني جلدتنا يعني من الفرس وهنا وهناك فأداروا أمور الدولة وهكذا وصلنا إلى ما وصلنا إليه قال لا أيها الملك أو أيها الخليفة أنتم أنعم الله عليكم نعما كثيرة ولكن ما شكرتم نعم الله عليكم فأزال الله ملككم أيها الخليفة أو أيها الأمير الضيافة عندي أيام ثلاثة أهلا وسهلا بك خذ ما شئت من مملكتي عايز أي شيء خذوا ثم ارحلوا عني فأخشى أن يكون غضب الرب عليكم ينزل عليكم وأنا معكم فتحل بمملكتي غضب الرب سبحانه الإنسان لما يزكي نفسه حتى ولو كان بعيد عن حومة الإيمان ده شيء طيب خطوة جميلة الإنسان يعني سبحانه عضاها العظيم يعني يتقدم خطوات نحو تزكية النفس فتزكية النفس تبدأ بأن أعالج هذا الخلل أنت أين يسمع نفسك اليوم قل إيه عيوبي قف أمام مرآة الواقع لو زارك النبي صلى الله عليه وسلم في بيتك ورأى تعاملك مع زوجتك أو زارنا أحد الصحابة في مراكزنا الإسلامية وراء المشاحنات والمشاكسات التي تحدث بيننا سبحان الله العظيم يا أخي كل واحد فينا عايز يكون أمير ما مصيبة عندنا مثل في صعيد مصر يقول ماذا منت أمير وأنا أمير من يسجل حمير ما لازم واحد يسجل حمير أنت تعمل ملك وأنا ملك منفعش فيه إمامه فيه مأموم فيه عالمه فيه متعلم فيه غنيه فيه فقيره لا بد أن يرضى بعضنا مع بعض ونتقابل أو نلتقي يعني يكمل بعضنا نقص بعض فالأخ أو الإنسان أو المرء كثير بإخوانه الإنسان بكثير مع إخوانه متى؟ عندما تتحد ولا تنازع فتفشل وتذهب لحكم فالإنسان سبحان الله العظيم كيف يزكي نفسه يعرف عيوبه أولا كل واحد له عيب فيبتدي يعني يضبط إيقاع مثلا واحد كثير كلام كثير كلام سبحان الله يجب يقلل كلامه واحد بصفته أنه يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله يراجع نفسه أو ما يشوف شيء يبرك تبارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله شعبنا قال ولو دخلت جنتك قلت ما شاء الله يعني جنتك أنت اللي تملكها قد تحسد منك اثنين من الحساد دخلوا على الأمير مرة هو يعرف حسدهم وهم يعرفوا أنهم من الحساد والعياذ بالله أجارك الله من مصيبة الحسد فقال ليطلب أحدكما مطلبا وأعطي أخاه ضعف ما أعطي الأول فكل واحد يقول الله ده هو ده لو طلب ألف الأمير يعطي إيه يعطي التاني إيه ألفين لو طلب بيت يعطي التاني بيتين لو قتعت أرض يعطي قطعتين فكل واحد عايز التاني اللي إيه الذي يبدأ قل يا فلان قل يا فلان أمير قال لا ترتفعوا الأصوات عندي قل يا فلان فأمر واحد منهم بأن يقول طلبه أيها الأمير افقى دي عينا سبحان الله يبقى يعملين في التاني سبحان الله نحن لا نريد هذه الصفة بيننا لماذا يحسد بعضنا فعضا سبحان الله يعني أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله سبحان الله العظيم الإنسان لا يحسدون اسأل الله من فضله أنت تريد مالا اسأل الله أن يعطيك تريد علما اسأل الله أن يمنحك قلبا حافظا ولسانا لافظا تريد أن تكون كذا وكذا تريد أن تهتدي زوجتك أن يهتدي زوجك أن يهتدي أولادك أصلح ما بينك وبين ربك لأن سبحان الله العظيم الإنسان عندما يزكي نفسه بأن يعرف عيوبه فيصعها عيبا عيبا يترقى بفضل الله عز وجل في درجات العلو والسموم أحبتي في الله أنتم هنا أصبحتم جزء ورق من أركان المجتمع السويدي والغربي لا يستطيع إنسان أن يقول لكم كما أخبرتكم في ذور الجمعة لا أحب كلمة نحن الجارية الإسلامية الجارية يعني قلة لا أنتم رق مهم في هذا المجتمع يحتاجكم المجتمع كما تحتاجون أنتم لما عندهم كما قال أستاذنا الدكتور بالأمس هم عندهم منظومة علمية متقدمة إحنا عندنا منظومة قيمية ما زلنا نحترمها ونبكي عليها احترام الكبير وبر الوالدين سبحان الله والرحمة بالضعي هذه ملكات عندنا عمر بن عبد العزيز في تاريخه المشرف كان حاطط في سوق دمشق رجل وزان يشوف الرجل الذي يضع عزكم الله اللجام الحديد للحصان أو الحمار الذي يجر العربة ينزع هذا اللجام ويزنه فإن وجده ثقيلا يأخذ هذا صاحب الحصان إلى الحبس ويعزر ويعطى اللجام بالوزن المضبوط صلاح الدين الأيوبي في القلعة كان عامل ميزابين ميزابين يعني مجريين للأشياء ميزاب من ماء نستشرب مع عذ ميزاب الآخر من لبن سبحان الله هذا محلة وهذا غير محلة اللي عايز يأخذ الحليب بالسكر يأخذ الحليب من غير سكر يأخذ هكذا الرحمة اللي كانت موجودة أيام المسلمين في قرطبة كان فيه ألف حمام عام فيه الصابون والشنل والليف والماء العذب وإلى آخره في نفس الوقت كانت باريس ولندن تغرقان في الظلام وكان أهل باريس يقصونا علينا وحضرت مرات في جماعة الصربون أن كان أجدادهم يقولون لهم أن أجدادهم كانوا من شدة البرد يبيتون في زريبة الخنازير حتى يستدفئوا سبحان الله العظيم بالنفس والدفء الموجود في زريبة الخنازير سبحان الله في هذا الوقت كانت القرطبة تضيء ليلا كأنما هي نهار ساطى بفضل الله عز وجل متى عندما تكون التزكية وعندما يكون الخلق وعندما يكون تحقيق القيم ومنظومة القيم التي يحتاجها القوم والله إن القوم يحتاجون إليكم أكثر من حاجاتكم أنتم إليهم لماذا؟ لأن أنتم تجز ورخل ركين في هذا المجتمع قدموا لهم خيراً عندما ينظر إلى حس تعاملك مع زوجتك يحب دينك عندما تعيد عليه وتبارك له في أعياده يحب دينك عندما تقف جنبه في الورطة يحب دينك عندما أبناؤنا وبناتنا ينتدبوا الأطفال من عشر واثناشر سنة والصغار ويذهبوا يوم السبت أو الأحد لزارة المستشفيات ولو يحمل الولد أو البنت وردة لكبر السن أو دور العجزة والمسنين ويسألوا من هؤلاء الملائكة الذين يمشون مطمئنين في الأرض دول أبناء المسلمين السويديين المقيمون هنا المعاملات هذه النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وكرهيت من أساء حقيقة الأمر يعني أشكركم لصبركم وحسن إنصاتكم وصبركم علي وأجزد الله خيراً القائمين على أمر هذا الملتقى والمتمر الذي ندعو لهم بالتوفيق ويجب أن يصبروا وأن يشرحوا صدورهم لإخوانهم أحبتي في الله إن كنتم وجدتم في محاضرتي ما كنتم تتمنونه فالحمد لله رب العالمين وإن كنتم لم تجدوا شيئاً مما كنتم يعني يخطروا باركم في المحاضرة فحسبكم الله ونعم الوكيل وقولوا إن لله وإن إله رجعون والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة